أما السؤال الثاني فيما يرتبط بشخصية الخراسان الشخصية التي تحدثت عنها أحاديث العترة الطاهرة في سلسلة العلامات الحتمية القريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذين يسألون يقولون هناك من يقول من أن الخراسانية شخصية ضلال من أن رايته راية ضلال يقولون ما يقولون سأذكر لكم ما أعتقده ناشئن لي بالآخرين من هم في أي مكان لا أملك وقتا للدخول في التفاصيل سأجيب على هذا السؤال بحسب ما أعتقد راية الخراساني راية هدى لكن الراية الأهدى هي راية اليماني سأبدأ معكم من هذه الرواية المهمة والتي هي الأصل في هذا الموضوع أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة الحديث يبدأ في الصفحة الثانية والستين بعد المائتين إنه الحديث الثالث عشر حديث طويل بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين ثم قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخراس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم الإمام الباقر ذكر لنا هنا ثلاث رايات السفياني الخراساني اليماني السفياني راية ضلال لا حاجة للحديث عن هذا الموضوع لأنها واضحة على الأقل عند الذين يهتمون بأحاديث الغيبة والظهور الشيعة بنحو عام يعلمون أن السفيانية يحمل راية ضلال وهو رمز الضلال الواضح في زمان غيبة الإمام في الزمن القريب من ظهوره وفي زمان الظهور أيضا إذن نحن لسنا بحاجة للحديث عن السفياني السفياني رايته راية ضلال وهذا أمر واضح مفروغ من اليماني بحسب الرواية رايته هي الراية الأهدى وهذا الأمر واضح لدينا أيضا بقيت راية الخراساني الكلام هنا هل عندنا روايات ذمت راية الخراساني في أحاديث أهل البيت بحدود علمي ومعلومات المحدودة ليس هناك من رواية تذم راية الخراساني مثل ما الحال عند السفياني السفياني مذموم وهذا واضح اليماني اليماني ممدوح ورايته الأهدى وهذا واضح من هذه الرواية وغيرها الخراساني هل هناك من ذم ورد بخصوصه لا يوجد ذم ورد بخصوصه فلا نستطيع أن نساوي فيما بينه وبين السفياني السفياني المذموم السفياني الملعون أمره واضح عندنا واليماني الممدوح رايته الأهدى أمره واضح عندنا من هذه الرواية وغيرها الخراساني هل هناك من ذم بخصوصه لا يوجد ذم بخصوصه كيف نساويه مع السفياني مع وجود هذه الصيغة إنها صيغة أهدى صيغة أفعل أفعل التفضيل فلا بد أن يكون هناك من مهتد وهناك أهدى قد يقول قائل بإمكاننا أن نقول من أن راية اليمان أهدى من راية السفياني هذا صحيح يمكننا أن نقول هذا يمكننا أن نقارن بين رايات الهدى ورايات الضلال بصيغة أفعل التفضيل هذا صحيح يمكننا أن نقول من أن راية اليماني أهدى من راية السفياني لكننا نتحدث الآن عن راية لم يرد فيها ذم وهناك راية السفياني التي هي واضحة عندنا مع وجود صيغة أفعل للتفضيل الشيء المنطقي الذي يأتي منسجما مع الذوق العربي فهناك راية ضالة وهناك راية مهتدية وهناك راية أهدى فعينما تقول الرواية وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني الذي يفهم من هذا السياق ومن القرائن التي أشرت إليها من جهة معرفتنا بضلال راية السفياني ومن جهة عدم ورود ذم للخراساني ومن جهة أن الخراسانية من شيعة أهل البيت بغض النظر عن مستوى تشيعه هو من شيعة أهل البيت أما السفياني فهو من أعداء أهل البيت إذا ما جمعنا هذه القرائن ونظرنا إلى السياق العربي فهناك راية ملعونة راية ضالة هي راية السفياني وهناك راية مهتدية هي راية الخراساني وهناك الراية الأهدى وهذا المعنى هذا المعنى لا يستوحى من الرواية هذه فقط هناك روايات أخرى لا بد أن نأخذها بنظر الاعتبار الخراساني من أين يأتي يأتي من إيران من خراسان في غيبة النعماني نفسه وفي الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون بسنده بسند النعماني عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر أنا شرحت هذه الرواية بالتفصيل وفي عدة برامج يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بشرح هذه الرواية بنحو تفصيلي وتدقيقي كامل الرواية تتحدث عن المشرقيين والمشرقيون الذين يقعون في مشرق العراق لأن مركز الظهور العراق ولأن مركز التشيع العراق ولأن رواة الحديث كانوا في العراق فحينما يتحدث الأئمة معهم يتحدثون عن الجغرافيا العراقية مشرق العراق إيران الحدود الشرقية العراقية من شمال العراق إلى جنوبه حدود إيرانية فمشرق العراق إيران المشرقيون هؤلاء الإيرانيون الرواية ماذا قالت قالت عن أنهم سيقومون ومدحتهم ومن أن قيامهم سيبقى مستمرا إلى عصر الظهور ومن أنهم يدفعون الراية إلى صاحبنا إلى إمام زماننا فمن أين سيأتي الخراساني يأتي من خراسان يأتي من إيران إنه جزء من هؤلاء المشرقيين ليس بالضرورة أن يكون هذا في زماننا أنا لا أتحدث عن شخص بعينه ولا أتحدث عن مقطع زماني بعينه أنا أتحدث كما تتحدث الروايات حينما أطبق الرواية على شخص أو على مجموعة فهذا التطبيق احتمالي حتى إذا ما ذكرت من أنه تطبيق احتمالي وإلا مجنون هذا الذي يأتي إلى الروايات والأحاديث التي تتحدث عن شؤون الغيبة والظهور يأتي إليها ويطبقها على أشخاص بأعينهم بنحو قطعي هذا جنون هذا جنون نحن نطبق على الأشخاص وعلى الاتجاهات وعلى المجموعات بنحو الاحتمال قد يكون الاحتمال قويا جدا هذا وارد لكننا لا نستطيع أن نقطع قطع اليقين على أي حال الرواية في المشرقيين والمشرقيون هم الإيرانيون والرواية تقول من أنهم سيقومون ومن أن رايتهم ستبقى مستمرة موجودة إلى عصر الظهور ومن أنهم يدفعون رايتهم إلى صاحب الأمر الشيء المنطقي أن الخراسانية منهم لأن الخراسانية هو القائد الكبير الذي سيأتي من إيران ولا يوجد قائد آخر توجد مجموعات أخرى صغيرة تحدثت عنها الروايات القائد الكبير والقوة الكبيرة يقودها الخراساني من إيران من المشرق من مشرق العراق الرواية أيضا لم تمدح الإيرانيين مدحا مطلقا فإن الإمام الباقرة ماذا قال قال عنهم من أن قتلاهم شهداء مدحهم لكنه في الوقت نفسه ماذا قال أما إني لو أدركت ذلك ما قال لالتحقت بالإيرانيين لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هناك اتجاه آخر وهذا هو الاتجاه الأهدى هذه الرواية تأتي منسجمة مع المضمون الذي تحدثت عنه الرواية السابقة الرواية السابقة عن أبي بصير عن إمام الباقري صلوات الله عليه وهذه الرواية عن أبي خالد الكابلي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن صورة واضحة وإلى رواية ثالثة في صفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والستون عن جابر بن يزيد بن يزيد الجعفي عن إمام الباقري أيضا كل هذه الروايات عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة الرواية التي أولها في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المائتين يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فبيناهم كذلك التفاصيل التي مرت إنه الحديث عن السفياني وعن سائر ما يرتبط بالسفياني مما جاء في هذه الرواية فبيناهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا ومعهم نفر من أصحاب القائم نحن نتحدث عن الفترة القريبة جدا من زمان ظهور الحجة بن الحسن الاتجاهات قد تشخصت هؤلاء النفر من أصحاب القائم ما الذي جاء بهم مع خيل الخراساني لو لم تكن راية الخراساني راية هدى هل يأتي أصحاب القائم مع الخراساني هذه الرواية تشعر أيضا بأن تواصلا فيما بين اليماني والخراساني فبيناهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان الحديث عن السفياني ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة فعينما يبعث السفياني جيشا إلى الكوفة فإن الخراسانية يأتي إلى العراق هكذا حدثتنا الروايات يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان من؟ الخراساني والسفياني فها هو السفياني ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة إلى أن تقول الرواية فبيناهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثة جاءت مسرعة ومعهم نفر من أصحاب القائم ما الذي جاء بأصحاب القائم مع خيل الخراساني مع جيش الخراساني راية الخراساني راية هدى إنها راية شيعية مهتدية لكننا إذا قايسناها براية اليماني فإن راية اليماني هي الراية الأهدى هناك رواية صريحة في مدح اليماني والخراساني معا إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان المجلس نقل مجموعة من الأحاديث عن كتاب السيد النيلي سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان للسيد علي ابن عبد الكريم ابن عبد الحميد النيلي النجفي نقل مجموعة من الأحاديث أحد هذه الأحاديث يبدأ في الصفحة ميتين واثنين وسبعين رقم الحديث مية وسبعة وستين هذا الحديث يحدثنا به الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل موطن الشاهد في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين فبينما هم على ذلك هناك مجموعة من التفاصيل ذكرها أمير المؤمنين في هذا الحديث المفصل فبينما هم على ذلك الحديث عن العراق وعن الكوفة فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسيرهان بحسب الروايات فإن اليمانية يقبل من اليمن وإن الخراسانية يقبل من خراسان فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسيرهان شعث غبر جرد أصلاب نواطي وأقداح هذه الأوصاف لمن؟ لخيل اليماني والخراساني لأنهما قادمان من مكان بعيد فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسيرهان فرسيرهان فرسي سباق شعث غبر شعث غبر الكلام عن الخيول إذ أقبلت خيل اليماني هذا هو حالها هي شعث غبر شعث تشير إلى اتساخ أبدانها اتساخ أبدان الخيول وعلامة اتساخ أبدانها اتساخ شعرها فالخيل لها شعر لها شعر يكون عند ذيلها ولها شعر يكون عند ناصيتها ولها شعر يكون عند رقبتها ولها ولها شعر أشعث شعر متسخ وهذا يشير إلى طول الطريق الذي قد قطعته هذه الخيول شعث غبر والغبرة واضحة من الغبار جرد هذه صفة للخيول العربية الأصيلة يقال خيول جرد الخيول الأصيلة يكون شعرها قصيرا والفرس الجرداء هي الفرس التي يكون شعرها قصيرا والخيول العربية الأصيلة من أوصافها أن شعرها عند الناصية عند رقبتها أن شعرها يكون قصيرا خفيفا فهذه خيول شعث غبر كناية عن طول الطريق الذي قطعته هذه الخيول جرد كناية عن أنها خيول عربية أصيلة إنها جودة وسائل النقل أصلاب نواطي وأقداح وصف للخيول نفسها أصلاب الأصلاب قد تجمع لكلمة صلب وهو الظهر ولكن الرواية لا تقصد هذا وإنما أصلاب تكون جمعا لكلمة صلب والصلب هو القوي الشديد أصلاب نواطي وأقداح النواطي جمع لنوت والنوت ما بين الرقبة والعجز ما بين رقبة الفرس وعجزها الفرس القوي يصف بهذا الوصف بأنه قوي النوط صلب النوط شديد النوط ما بين الرقبة والعجز وهذه الأوصاف أوصاف لوسائل النقل والحرب التي تكون مناسبة لزمان اليماني والخراساني لكن الحديث كان في زمان الخيول فلا بد أن يأتي بهذه التعابير أصلاب نواطي وأقداح الأقداح تأتي بمعنى السهام وتأتي بمعنى وسائل إشعال النيران ألا نقول قداحة قادح عن الولاعة هذه الولاعة التي قد تستعمل في إشعال السجائر أو قد تستعمل في المطابخ لإشعال النيران في الطباخات الولاعة يقال لها القادحة ويقال لها القداحة ولذا جاء في القرآن في سورة العاديات إنها غزوة من غزوات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة العاديات والعاديات ضبحا العاديات هي الخيول العادية الخيول الراكضة الخيول الجارية والتي يصدر منها صوت الضباح الضباح هو صوت الخيول حينما تجري صوت أنفاسها والعاديات ضبحا فالموريات قدحا لسرعة جريها ولقوتها فإنها بحوافرها حينما تلامس الأرض ينقدح شرر النار فالموريات قدحا إنها تقدح النار على الأرض حينما تلامس حوافرها الأرض الصخرية وهذا يشير إلى عزم فرسانها وقوتهم وإلى شدة جريها وإقدامها وقوتها والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إلى آخر ما جاء في سورة العاديات فهنا ورد الحديث عن القدح وعن القادحات في الحروب هذه الأوصاف أوصاف وسائل حرب تناسب زمان اليماني اليماني والخراساني فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسيرهان شعث غبر جرد أصلاب نواطي وأقداح إذا نظرت أحدهم برجله باطنه هذه العبارة ليست واضحة إذا نظرت أحدهم برجله إلى هنا الكلام واضح برجله باطنه يبدو أن الرواية قد تعرضت لتصحيف هنا إلا إذا أردنا أن نفهم الباطن بمعنى الضارب وهذا موجود في لغة العرب بطن الجمل ضربه على بطنه وبطنت الرجل فأنا باطن له ضربته على بطنه إلا إذا أريد بأن هؤلاء وسيلة الضرب عندهم موجودة عند أرجلهم ربما هي أزرار هي مكابح هي آلات هي وسائل نحن لا ندري ما هي إذا كان المراد من كلمة الباطن هنا الضارب إذا نظرت أحدهم برجله باطنه برجله الوسيلة التي يستعملها للضرب وربما فإن الرواية تعرضت لتصحيف لتحريف غير متعمد ليس مهما هذا أنا لست بصدد شرح الرواية سأعود إليها للتوضيح بعد ذلك إذا نظرت أحدهم أحدهم أحد اليمانيين أحد الخراسانيين الكلام واضح فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسيرها شعث غبر جرد أصلاب نواطي وأقداح إذا نظرت أحدهم أحد اليمانيين أو أحد الخراسانيين إذا نظرت أحدهم برجله باطنه فيقول ماذا يقولون اليمانيون والخراسانيون فيقول لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا بدأ العمل بدأ العمل هذا كلام يقال وإلا هم جاءوا من مكان بعيد فأي مجلس جلسوا فيه لكن الكلام يقال هكذا لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا اللهم فإنا التائبون إنا تائبون من كل ما تقدم من أمرنا سورة النصر حينما نقرأ في سورة النصر فماذا نقرأ فيها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج إنه يوم الظهور فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا التوبة مطلوبة في جميع الأحوال هؤلاء هم التائبون الراجعون إلى إمام زمانهم لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا اللهم فإنا التائبون أمير المؤمنين يقول وهم الأبدال الذين وصفهم الله في كتابه العزيز إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ونظراؤهم من آل محمد نظراؤهم من هم في المنزلة نفسها من آل محمد من ذرار الأئمة الطاهرين هؤلاء هم الشيعة وهم الهاشميون في المجموعتين في المجموعة اليمانية وفي المجموعة الخراسانية الرواية واضحة في مدح الجهتين لكننا إذا أردنا أن نقارن فيما بينهما فإن راية اليماني هي الراية الأهدى ولذا فإن الإمام الباقرة ماذا قال من أنني أستبقي نفسي وفقا للمنهج اليماني وفقا للراية الأهدى وقد شرحت معنى أستبقي نفسي الكلام هنا ليس لتفصيل كل المطالب وإنما بخصوص ما يرتبط براية الخراساني هل هي راية ممدوحة أم هي راية ضلال كما يقول البعض هي راية ممدوحة ممدوحة والمتح واضح إذا نظرت أحدهم برجله باطنه فيقول لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا اللهم فإنا التائبون وهم الأبدال الذين وصفهم الله في كتابه العزيز إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ونظراؤهم من آل محمد أقرأ عليكم من غيبة النعماني ومن الصفحة 328 إنه الحديث السابع بسنده بسند النعماني عن أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سيبعث الله ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا إلى مسجد بمكة يعلم أهل مكة أنهم أن هؤلاء لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم هؤلاء جاءوا من الدول المجاورة ومن دول أخرى بعيدة سيبعث سيبعث الله ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا إلى مسجد بمكة إنه المسجد الحرام يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم عليهم سيوف مكتوب عليها عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة هل هذه سيوف إنها أجهزة متطورة جدا عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة ويبعث الله الريحة من كل واد تقول هذا المهدي يحكم بحكم داوود ولا يريد بينه رواية أخرى هذه السيوف ما هي السيوف التي نعرفها لازلت أقرأ من النعماني صفحة 334 إنه الحديث الثامن بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك فهل الحديث عن كف أم هذه أجهزة متطورة هذه وسائل متطورة جدا عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها ما الذي سيكون في كف قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية القسطنطينية رمز رمز للمدينة الأقوى في زمن الظهور ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج فإنها تقع على البحر هذه المدينة فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا وهذا هو الذي أقول من أن الرواية إذا نظرت أحدهم برجله باطنه باطنه وسيلة الضرب وسيلة العمل التي يستعملها فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء فإذا نظر إليهم الروم إنها أقوى دولة في زمان الإمام دولة الروم وحدثتنا الروايات عن ذلك فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون هذه الروايات تحدثنا بشكل تقريبي عن الوسائل والأسلحة والإمكانات التي ستكون متوفرة لدى قوات الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويبدو أن البعض منها سيصل إلى اليماني وإلى الخراساني قبل الظهور الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل فيها إشارة إلى ذلك إن لم تكن مصحفة إن لم تكن مصحفة أوصاف تلك الخيول شعث غبر جرد أصلاب نواطي وأقداح إذا نظرت أحدهم برجله باطنه إذا جمعنا بين كل ذلك فإن الصورة النهائية تقول من أن الخراسانية على هدى رايته راية هدى لكننا إذا قايسنا هذه الراية براية اليماني فإن راية اليماني هي الأهدى إنه يدعو إلى صاحبكم إنه يوالي عاليا إنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذا اليماني الأهدى وأما الخراساني فهو المهتدي أتمنى أن تكون الإجابتين على السؤالين وافيتين نذهب إلى فاصل يمانيون نحن والغرام علوي مهدويون نحن والعشق كربلاء زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي ترجمة نانسي قنقر